هذه الجزيرة العربية كلها هي مهد الحضارات وفيه بإذن الله تعالى اكتشافات جديدة في الطريق سنفتخر بها أمام العالم أن البشر خرجوا من جزيرة العرب آدم أبونا آدم خرج من جزيرة العرب وإن كان هذا يعارض نحن نؤمن بما ورد في القرآن وما ورد في الكتب المقدسة أن آدم أن الخلق البشر المكلفين هم أحفاد آدم وأن آدم خرج من هذه الأرض وأنه علم الإنسان بالقلم في هذه الأرض وأن اللغات خرجت من هذه الأرض وأن التجارة والحضارة لأن التجارة دائما مرتبطة بالحضارة لا تنفصل عنه خرجت من هذه الأرض من جزيرة العرب وأن طرق التجارة العظيمة العالمية التي لم يعرف لها مثيل إلا درب الحرير الخارج من الصين ومن الهند لم يعرف طرق برية بهذه الكثرة وهذا الطول وهذا الاهتمام وهذا التمهيد زي ما عرفت في الجزيرة العربية وموجودة بقاياها إلى هذا اليوم حضارات سبأ حضارات معين حضارات القتبانيين الحضارمة حضارات كندة حضارات الأراميين حضارات الدادانيين واللحيانيين والأنباط حضارات تيمة كلها حضارات الثموديين حضارات الجرهائيين الجرهاء حضارة الجرهائيين اللي موجودة في ثاج في المملكة العربية السعودية الآن هي للأسف لم يبدأ التنقيف فيها لكنها محوط عليها وسترابو المؤرخة الغريقي ذكرها بالتفصيل والآن وجدت البنت اللي تسمى أميرة ثاج اللي وجدنا معها 17 كيلو ذهب لتكتبون أميرة ثاج فعرفنا أن هذه تنتسب للجرهائيين لأن وجد هذا المدفن في جانب هذا المدينة المدفونة تحت الرمال فإذا كانت بنت عمرها 9 سنوات معها 17 كيلو ذهب إذن البقية كم معهم إذن الآن بدأوا المرخين يعرفون النتاج هي حضارة الجرهائيين اللي ذكرها استرابو أن أبوابها مرصعة بالذهب وكنا نعتقد قديما أن الغريق يريدون أن يهولوا ويكبروا ليشجعوا الغزو أيوة هذه الجرهة تبعد عن ساحل الجبال داخل السبخة 80 كيلو متر لماذا؟ لتحمي نفسها من الغزو البحري الآن نحن اكتشفنا في جبة في حايل العجلة العجلة التي تجرها الخيل ونظام التسارع عمرها 7 ألف سنة 8 ألف سنة المستشرقين قالوا لا أن الهوكسوس قبل أربعة سنة هم اللي يكتشفوا العجلة هذا دليل أن العجلة اكتشفت في الجزيرة العربية في الفحص طبعا فحص الكربون المشع وفحص البوتانسيوم المشع يكشف لنا المادة أيضا اكتشفنا الآن في العلا عربات كبيرة نظام تسارع عجلات كبيرة وصغيرة في مكان يقال له قاع الصنيع لم يذكر لم يعلن عنه سنعلن عنه لاحقا في خطة العرب الجزء الثالث إذن كل شيء خرج من الجزيرة العربية لا غروة وليس سرا أن الجزيرة العربية تحوي أكثر من ثمانة لغات ثماني لغات الآن مكتوبة على جميع الصخور في وقت لم يكن العالم فيه لغات لم يكن فيه لغات بهذه الكثرة بلاد النيل فيها لغة واحدة الهيروغلوفية والعراق فيها اللغة السومرية لكن عندنا ثماني لغات